اشتركوا في القناة ومحويل مهرجان جهار شمبا سوري إلى انتفاضة أخرى ضد النظام الجائر وإجراءاته الردعية والقمعية حيث رفعت الأجهزة الأمنية حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها سعيد منها لعدم اندلاع انتفاضة شعبية جديدة في إيران وبأمر من المرشد الأعلى لإيران وضعت جميع الأجهزة القمعية بدءا من قوات الحرس والباسيج وقوى الأمن الداخلي والمخابرات والأمنين المتنكرين وضعوا منذ يوم أمس في حالة التأهب القصوى بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية الأخيرة في أواخر ديسمبر الماضي تمكن الإيرانيون من التغلب على كل محاولة لإخماد احتجاجاتهم العارمة والمنتشرة في أرجاء البلاد سبل قمعية متعددة مارسها النظام ضد الخارجين عن صمتهم والمكبوتة صدورهم إلا أنها لم تأتي أكلها كما هو الحال دائما ولعل المناسبات والأعياد الإيرانية الموسمية باتت تشكل اليوم نقطة ضعف قاتلة بالنسبة للنظام وبرغم تخويف السلطات وحالة التأهب القصوى لم يتراجع الشعب عن التعبير عن سخطه تجاه فساد النظام خلال احتفال البلاد باحتفالات النار وهي مناسبة سنوية تدعى مهرجان الجهار شامبسوري والذي يحيي ذكره الإيرانيون في كل عام وتحديدا عشية يوم الأربعاء الأخير قبل نهاية السنة الإيرانية ليلة أمس تحولت من احتفالات إلى احتجاجات ضد النظام بل إن عددا من النشطاء وصفوا مجريات الأحداث على أنها حرب شوارع بدأت بقيام شباب من مختلف المدن بإضرام النار في صور ولافتات المرشدين الخميني وخامنئي وطالت حرائق الشباب مراكز أمنية ومقار الباسيج بعد أن كسر الشباب حالة التأهب القصوى للقوات الأمنية وهذا ما قلب السحر على الساحر إذ أن أساليب التخويف القمعية تمكنت منها الإرادة الشعبية التي هلعت منها العناصر الأمنية في كل مدينة ليلة الأربعاء كانت موعدا يؤسس لمرحلة جديدة من هذه الانتفاضة ومدخلا جديدا نحو إنهاء تسييس الدين الذي تماد فيه النظام الدكتاتوري والذي يترنح اليوم تحت هتافات قرار الشعب الأخير بإسقاط هذا النظام ترجمة نانسي قنقر